من كم يوم كنت بقول لكم لعبين على رادار النادي الاهلي لعبين على رادار نادي الزمالك والنهاردة اقول لكم لعبين موجودين على رادار نادي بيراميز تعالوا نشوف او اللعبين محمود علاء اللي مش واخد فرصة مع نادي الزمالك حتى النهاردة فيه غياب الوينش برضو كان محمود علاء غايب عن تشكيلة نادي الزمالك محمود علاء مدافع نادي الزمالك دخل ضمن حسابات نادي بيراميز من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجرية حيث تدرس ادارة بيراميز التفاوض مع الزمالك على ضمه في ظل رغبة اللاعب الخروج من الزمالك بعد عودته لدكة البدلاء في الفترة الاخيرة اسمه اخر هو هشام صلاح زهير ايمان نادي الاتحاد اسكنداري وللسابقه هو وقع على ورقة رغبة للنادي الاخلي وقع ايضا ورقة رغبة لنادي بيراميز وخلال الوقت الحالي تفاوض بيراميز مع ادارة النادي السكنداري لإتمام الصفقة في ظل ارتباط اللاعب بعجل مع الاتحاد يمتد لسلاث سنوات عبد الرحمن مجدي صنع العاب النادي الاسماعيلي عبد رغبته في الانتقال الى نادي بيراميز خصوصا بعدما تم جس نبضه من جانب الادارة في الفترة الماضية وانتظر اللاعب في الوقت الحالي اتمام المفاوضات بين الناديين وارتداء قميز بيراميز في الموسم الجديد بيراميز مدافع النادي الاسماعيلي يرغب بيراميز في ضمه لكن هناك صعوبة في الصفقة بعدما اجدد اللاعب للدرويش لمدة خمس سنوات لكن ادارة بيراميز ستكون بالتفاوض مع الاسماعيلي في الايام المجبلة لإقناعيها بالتخلي عن بير المحمدي مقابل مبلغ مالي جيد محمود عبد العاطي الدونكا لعب خط وسط الاسماعيلي ولذي يرغب النادي الزمالك في استعادته مرة اخرى دخل دائرة اهتمام بيراميز وهناك رغبة قواف التعاقد معه حال عدم اتمام صفقة انتقاله للزمالك حيث يرى بيراميز انها صفقة مناسبة تكون عقده ينتهي مع الاسماعيلي بنهاية الموسم الجاري جون ابوكا اللعب النجيلي مهاجم نادي امبي رغم توقيعه على رغبة بالانضمام لنادي الزمالك بجانب ابتلاكه عدة عروض خارجيه لان بيراميز ينافس بقوة على التعاقد معه حيث بدأ في التواصل مع عضاية امبي للتفاوض حول ضم اللعب بجانب التواصل مع ابوكا لإقناعه باللعب اللي صالح بيراميز امبي 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 ام